تونسية هذا في قنوات التونسية المسيهم بالخير الزوم الى هناك كل واحد يتحمس لأبناء ديرته وطبعا تونس ولادة من أهم البلدان العربية التي تنتجها الصوات هم فهموا منك أول شيء طبعا في ناس ودوها انتقاص من تونس كلها واليوم تردي للشعب التونسي وفي ناس قالوا أنه كنت انتقاصتي منها شكلا وقلت أن شكلك أنت ما يوحي منك فنانة بالأكس هي حلوة جميلة بعد قليلي رأيك اليوم ما حدث أنا أعتقد أن هذه إساءة الأم بي سي ليس لأيلي أنا ليس لأحلام الإساءة هذه يعني هذه إساءة لازم ترد عليها أم بي سي ليس أحلام لأنه أنت اليوم إذا أحلام تأتي طيب أنا ما خطرتها طيب في عاصي في ألسة في حمائي لو واحد منهم لف لها تدخل البرنامج إذا إحنا ما لفنا لها ما منوع التعليق قانون البرنامج ممنوع نعلق وبعدين أنا أعتقد أنه كوزن يعني أعتقد أنه ليس أقل وزن من دموع مشتركتي التي فازت في The Voice بالعكس لو هي كانت معي وصوتها حلو أنا أكثر واحدة أدعمها لأن عارف هم جابوها حرام طعم جابوها طعم حطوها في البرنامج قالوا لها قولي أن أحلام اللهم اجعلني كبيرة في عين الناس وسقيرة في عين نفسي لا نستطيع أن أقول أنهم قالوا يمكن أن يكون هناك تسريب تسرب للبنت نفسها وقالت لهم أن أحلام هي السبب يمكن أن أحد من الناس ليس بشرط الإعداد في التلفزيون التونسي مين المكان يكون؟ أنا لا أقول الإعداد أنا لا أتكلم عن الإعداد ولا أتكلم عن التلفزيون التونسي أنا أتكلم مع أنهم على فكرة البنت على الهواء أنا رأيت اللقاء كامل هي ما تكلمت عني ما تكلمت ما جابت سيبتي وما قالت أحلام وقفتني هذه الكلمة ما قالتها ولو ترى البرنامج كامل ما فيه وبالعكس أي بنت تجينا يعني تكون مسكينة مهدود حيلها عشان توصل عندنا ونقدره أنا أكثر واحدة أقدر هذا الشي نشوف أتكلم